السلام عليكم ورحمة الله نتابع اليوم مع طلاب صف العشر بعد ما بلشنا بالفصل التاسع ونأخذ العلاقة بين الكائنات الحية واخذنا في شيء اسمه العلاقات الإيجابية والعلاقات السلبية وعددنا بعض أنواع العلاقات الإيجابية والعلاقات السلبية وصلنا بعدين إلى سلوك الأحياء أي سلوك أو الطرق اللي بتعيش فيها الكائنات الحية فينا هنا نبدأ بالتعريف يمكن تعريف السلوك على أنه كل الأفعال التي تقوم بها الكائنات الحية كردفال لتأثير عوامل البيئة التي تعيش فيها إذن كل الأفعال اللي بتقوم بها كردفال لتأثير عوامل البيئة يعني بالنهاية نعمل ما بتعمل البيئة؟ شو بيصير ظروف جديدة؟ شو بيصير انها مثلا تعييد بالجو تغيير طبيعة الغزاء صار عصفة صار اعتداء صار مثلا شي حيوان مفترس او شي فهو بالنهاية اي عملية ترد فعل فهي تكون السلوء اذا كرد فعل لتأثير عوامل البيئة التي تعيش فيها او تأثير عوامل في داخل الكائن الحي وعليه فان اي عمل يقوم به الكائن الحي يعد تفاعلا متبادلا بينه وبين ما يحيط به من عوامل بمعنى السلوك هي السلوك بدي يقوم فيه هنا مثلا حكينا التأثيرات الخارجية اللي بتصير مثلا نشوفها مثلا بالنسبة للانسان فمسلا الانسان صار مثلا عنده جاء مثلا رد فعل البيئة ايام الماطرة فملاحظ الانسان شلون بتتبع السلوك بيلبس مثلا ثياب مثلا ضد الماي ضد المطار بيحمل نعم المظلة او شمسية بعض الناس ما بتخرج فإنسان هون لاحظنا ردة فعل تجاه هذا الظرف اللي صار من البيئة مثلا الثلوج مثلا تعطي لها رد فعل تصرف تاني ايام الحر ايام الصيف فمنلاحظ انه فيه حتى رد فعل يختلف عما يكون عليه الجو بغير ايان فاذا نحن هون نحضر جو العاصف جو الكذا فبتختلف ايضا مثلا لنقول تأثير مثلا داخل كائن الحي بمعنى مثلا اذا عندك مثلا تعبان نعسان مرة ما رح تكون مثلا طريقة ردة فعلات النشاطك حيويتك رغبتك مثلا بفل اشياء مثل ما بتكون مثلا بدون احساس النعس مثلا تجوع حتى انه انت كشخص جعان فبتلاقي عندك رغبة او بتبحث عن الاكل بتختلف عن الوقات اللي ما ما يكون فيها الرغبة مثلا بتجوع او بالعطش او شي معين فاذا هون نحن نلاحظ انه فيه شيء داخلي يعني من داخل الكائن الحي او حتى فيه شيء اللي حواليه فهون تجيبت فكرة السلوك الشيء اللي بتتبعه الكائن الحي بهالموضوع هلأ هون نحن 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 نحكي مثلا مفهوم عام عايز نقربه يعني نفهم شو هي وشبهناها بالانسان ولكن الانسان في عندهم مجموعهم الخيارات يعني تختلف مثلا عن الكائن الحي العادي اللي بيكون حسب البيئة اللي عايش فيها ما أنا مثلا موجودة قدامه المجالات مثل موجودة عن انسان بس هون ترجع كل كائن الحي بيختلف حسب الكائن الحي التاني هلأ نحن 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 نشوف مثلا بالنباتات بتختلف ردة فعلة عن الحيوانات والحيوانات نفسها باعتبارها مملكة كبيرة وفيها تنوع كبير ما رح يكون هدود أفعالة بتختلف بالنباتات مثلا تغيير الجو فيه نباتات سقط أوراقة فيه نباتات مثلا تعمل على الأبصال الدرانات الكذا فهي الاختلافات مثلا فيه الحيوانات فيه حيوانات تعمل سبات فيه حيوانات بتهاجر إذن هون ترجع كل كائن وحسب الشيء المتمحور أو متطور هو عليه طيب تظهر الكائنات الحي أنماط سلوكية بمستويات مختلفة بيتكون بسيطة في الكائنات الحي التي تفتقد الجهاز العصبي أكيد طالما ما في الجهاز العصبي ما رح يكون فيه ردة فعل وتكون مستويات كتير بسيطة لأنها تصبح في ذروة التعقيد في الأحياء الراقية وبشكل خاص الحيوانات الراقية حيث يسيطر الجهاز العصبي المعقد على سلوكها ويتداخل عمل الجهاز العصبي مع الجهاز الهرمودي تمام؟ دي أظهار أنماط سلوكية ليس لها حدوده معينة هذا العصبي والهرمونات نحن نعرف العصبي المسؤول عن كل شيء ولكن حتى الهرمونات بتأثر على الكائن الحي والحيوانات طبعا حتى الإنسان بتأثر عليه بشكل كامل بكل شيء بحياته هلأ رح ننتقل لنبلش كالعاني عنده النباتات كبداية السلوك في النباتات ألا تعني الاستجابات في النباتات بطيئة وضعيفة طبعا القائنة الحيوان لا تتحرك وتمثل باستجابات جزئية أي أن جزء من النبات هو الذي يستجيب للمنبه وليس النبات بأقمله إذن طبعا منبهات جزئية تمام؟ ونحن نركز عليها أي جزء من النبات هو الذي يستجيب وليس النبات بأقمله هناك الكثير من الاستجابات تنظرها النباتات الراقية من أول انتحاءات الممثلة بالانتحاء الضوئي والانتحاء الأرضي والانتحاء المائي إذن هون في عندك شيء اسمه ضوئي يعني بتفاعل مع ضوء الأرضي بالنسبة للأرض وماء يعني الموجود داخل الأرض بالنسبة للجذور وغيرها طبعا نقولنا مثلا الدرنات أو الأبصاد أو غيرهم الانتحاء المائي بالنسبة للماء ووجود الماء وكفية الحصول على الماء قد يكون الانتحاء باتجاه المؤثر موجبا إذن صار عندي مؤثر صار في الشمس في نباتات روها بتلحق تلحق أشاعة الشمس عندما يمينه تضوء أو يتحرك باتجاه المؤثر عفوا عندما يمينه للعضو أو يتحرك باتجاه المؤثر فالجذور في النباتات على سبيل المثال تتجاهي في العمق انتحاء أرضي إذن الجذور هون كل ما لا بتنزل مهم تلحق الماء وبالأرض فهي هذا انتحاء أرضي ونحو وجود انتحاء مائي إذا نرحظ هنا انتحاء أرضي ومائي هذا يجب مشمل ماذا الجذور حيث توضع هذه الحالات انتحاء أرضي وانتحاء مائي موجبين موجبين بمعنى أنه هون هذه العملية اللي بتطول فيها الجذور هي بتستفاد منها النبات طالما أنه هذا فيه فائدة للنبات فإذا هو رح يكون ماذا موجب تماما باعتبار أنه الموجب تنزل بالأرض أكتر منه بتثبت النبات ومنه بتحصل على الأملاح معدنية أكتر وطبعا بالنسبة لها بتلحق الماء فهي مشان تأمن دائما على الماء الضر أما في الساقه يحصل انتحاء ضوئي فإنتاجه الساقه نحو الضوء انتحاء موجب لأنه النباتة بدون الضوء مباشرة تموم ممتدن نحو الأعلى بعكس الجاذبية انتحاء أرضي سالب الأرضي أنه نازل للأرض سالب إنه عم يطلع لفوق فس هو بالنسبة لأنه النبات موجب وفي الأوراق غالبا ما يكون الانتحاء ضوئي موجب طبعا شوفوا هون هاي النباتات أشهر شيء في زهرة الشمس هاي دائما يكون عم تلحق الشمس وينما الشمس نحن نارجب تشوق بمشرفة طيب المغرب فأثناء حركته في قلب السماء ودورا الأرض فهاي دائما بتكون وجهها باتجاه الشمس إذن هي نباتات شمسية صيفية بحاجة لضوء الشمس بسفترة طويلة الأهون اللي حكينا عنه الأكسينات وبقية الهرمونات دورة مهمة في الانتحاء ما وبدرجة متفاوتة ضمن الأنواع المختلفة من النباتات وبالرغم من أن النباتات الراغية تكون استجابتها المؤثرات بطيئة وضيقة بطيئة يعني هون نحن مرح نشوف النبتة مثلاً عم تروح يمين ويسار مثلاً مثل الواحد عم يحرك رابته وإنما حركة جداً بطيئة يعني حتى ذا الواحد قام يراقبها صعب يتدبه فمسلاً بدي روح مثلاً ويرجع بعد ساعتين ومسلاً يثبت شيء بحيث يراقب زاوية الميلان أو الحركة اللي تحركت النبات إلا أن هناك بعض النباتات تظهر استجابة سريعة وواضحة في عندك بعض النباتات طبعاً نقول لك السيناتنا نحن نحكي نعمل الهرمونات النباتية وعلى سبيل المثال النبات قانص الزباب يظهر تكيفات ترقيبية في الورقة تمكنها من اقتناص الفريسة إذن هون هذا القانص الزباب هي أيضاً النباتات المفترسة اللي حكينا عنها بالافتراس تحسن مباشرة ما تكون حركتها سريعة طبعاً هاي نوع من التكيفات بها النبات على مجرد الوقوف الحشر والذباب والعرقة السرعة وما تنطبق عليها وتفرز على الفريسة أنزيمات هاضمة تحليل المادة البروتينية فيها إلى حوامض أمينية يسهن امتصاصها إذن هون لحظنا شلون ردت فعلة سريعة قبضت عليها أفرزت أنزيمات ولا شدت عملية الامتصاص للهرمونات والحوامض الأمينية من خلال الورقة والسبب في تحورات هذا النبات هو معيشتهم في بيئة يقل فيها ماذا النيتروجين إذن هو البيئة اللي فيها ما فيها النيتروجين أرضي طبعاً بحاجة للنيتروجين فصال أنه تطور وتكيف العسل النيتروجين من مصادر أخرى بنرجع من أكد أنه هذا النبات اللي بتصييد الحشرات أو الذباب أو غيره لا يقال عنه غير ذات التغزية وإنما ذات التغزية يقوم بتركيب السكرية عن طريق العملية التركيب الضوئي بشكل كامل وإنما هو بحاجة للنيتروجينات بكمية أكثر كبيرة أكثر مثلاً من غيره ونفس الوقت البيئة اللي هو فيها لا فيها ما فيها نتروجينات هل هذا يعني أنه إذا أخذنا وحبنا بحاجة للأوراق؟ لا هذا الكلام كمان لا ينطبق عليه لأنه نحن عم نحكي على تركيب دي ني وطبيعة كائنات حية وطبيعة كائن حية يعني هي لهذا النبات فأنت إذا أعطيته الشيء اللازمه هذا لا يعني أنه رح يفقد عضو من أعضاء وإنما هذا الشيء ممكن على مدى طويل من العمر لأصار الانتخاب الطبيعي وتغيرات والتطورات والطفرات اللي بتصيب الكائن الحي وهو يحصل مواد نتروجينية من الحشرات وعندما كان الشكل شفناه هلأ هون في عنا هاي تعتبر الميموسة الحساسة طبعا هي هي الصغيرة ومعرفة ممكن أغلبكم بيعرفها هاي مثلا مثل واحد فهو مباشرة بتغلق أوراقها على بعضها بشكل ملاحظ يعني هناك مثل أخر السلوك في النباتات كان في النبات الميموسة الحساسة والتي تنطبق أوراقها على بعضها عندها حلول الظلام ولا بدنا مشان سلوك النباتات الراقية وبشكل عام أقل تعقيدا من سلوك الحيوانات وسبب ذلك يعود عدم وجود جهاز عصبي فيها ومن ثم فإن الهرمونات تقوم بنقل المعلومات داخل جسم النباتات ولكن في بطئة يعني مهما كان ما في جهاز عصبي فإذا سرعة هون هتكون بطئة يعني طرق الانتقال الكيماوي للنباتات للهرمونات أيضا لا يوجد جهاز دوران مع مضخة أو شي داخل النباتات وإنما اللحاء النسيج اللحاء والخشب مهما كانت الحركة فيه هتكون بطيئة طبعا هذا النبات الميموسة بالنهار بتفتح بالليل بتسكر ولكن فيها شيء إذا قام أي شخص بلمسة بطرف إصبعته أيضا تغلق على نفسها الإغلاق حيكون بسرعة كبيرة أما التفتح حيكون بسرعة بطيئة طبعا هذا يكون النبات يعني لسهاته صغير من رحله الأولى أنا ما بيكبر بسيجر ضخم ما باتنطبع عليه فكرة اللمس وإنما بالنسبة للنهار والليل باتنطبع عليه إذن هذا كان ملخص أو كان السلوك عند الحيوانات الآن سوف ننتقل إلى القسم الآخر من السلوك والذي هو السلوك في الحيوانات تظهر الحيوانات تنوعا كبيرا في أنماط السلوك اعتماد على وجود الجهاز العصبي أو على وجوده طبعا هنا الحيوانات لا ننسى أنه في عندي الحيوانات الفقارية واللافقارية أيضا بالنسبة للحيوانات وخصوصا لافقارية في قسم منه لا يوجد عنده جهاز عصبي أبدا في منه بيكون عنده بعض الخلايا العصبية اللي بس أنه كانوا من ردة الفعلة والاستجابة طبعا كل ما تطور الحيوان وطبعا تطور استجابته وردة فعلة والمحيط اللي حوله وحن كالعادة نحن نبدأ بالسلوك في الأحياء الخالية من جهاز العصبي من الأقل تطورا على الأقل وتعقيدا بداية ثانية يتمثل السلوك في الأشكال البسيطة للحياة بالانتحاء والحركة حيث يقوم هذا التوجه ميكانيكياتان يعني طريقتين طيب مختلفة فتستشيبه هذه الكائنات للضوء والحرارة والكيميائيات والجاذبية بوسط حركات مباشرة نحو مصدر الحافظ أو بعيدا عنه يعني الكائنات اللي بدت ضوء فهي بتتحرك باتجاهه الكائنات اللي ما بدت ضوء فتحسست فيه بعدت عنه تمام؟ وكذلك الأمر من نسل الحرارة اللي بده الحرارة بالحالحة مصدر الحرارة اللي ما بده إياها ببعد عنه يعني هي فكرة ردة الفعل حسب الكائنا الحي والحاجة أو الشيء اللي بده إياها ناخذ مثلا طريق الأميبة لضوء شديد فإنها تهرب بعيدا عن مصدر الضوء أي أنها ذات انجذاب ضوء سالب طبعا فكرة سالب موجب إلا أنه هون بعدت عن الضوء فهي سالب بعدت عنه شيء ما بده إياه تمام؟ والسبوع ذلك أن الضوء الشديد يمنع تكوين الأقدام الكاذبة في جزء الموجه المواجه للضوء تمام؟ إذن في جزء المواجه للضوء بينما تكون أقدام كاذبة في الجهة المعاكسة تمام؟ وإذا كانت المواد مفيدة للضوء وإذا كانت المواد مفيدة للضوء فإنها تحيطها بالأقدام الكاذبة وتخضيمها معنى انجذابها موجبا إذن الكائنا الحي بيعرف شو يفيده وشو يضره بشكل طبيعي فبنجزب لللي بفيده وبيبتعد بشكل سلبي عن اللي بضره رسطتين الأميبة التمييز بين المواد الضارة والنافعة وبين الظروف الملائمة وغير الملائمة لحياتها فتتكيس إنما تكون الظروف غير ملائمة وتتحرر من القيس وتعود نشاطها عند توفير الظروف ملائمة إذن هذا أكبر ملاحظة أنه في الكائنات الحية وخصوصاً نحن نتحدث عن الأميبة يعني كائنا وحيد خلية يحسن يحدد شو هي الظروف المناسبة له وشو إلا طبعاً هون نرجع للكائنات مثلاً ذات الجهاز العصبي طبعاً كائنات ذات الجهاز العصبي في عندك مبلاش يعتمد سلوك الكائنات لتتمتلك جهاز عصبي على درجة نمو هذا الجهاز أيضاً درجة نمو هذا الجهاز مهم يعني هل هذا الجهاز متطور غير متطور يعني مدى موجود هل يوجد فقط شبكة عصبية هل يوجد دماغ مدى تطور الدماغ ومدى مهمه داخل الجسم ففي اللاسعات يكون الجهاز العصبي بسيطاً شو؟ ومن ثم فإن سلوكها يكون كذلك بسيطة طيب إذن اللاسعات نعم الأحياء التي تعتمد على سعر تصميم الأحياء أخرى بحيث تتغذى عليها طالما الجهاز العصبي بسيط فإذن سلوكها يكون بسيط إذن هاي قاعدة أما في الفقاريات فيصل الجهاز العصبي إلى أفضل درجات التعقيد ولذلك نجد أن تصدير القيام باستجابات متعددة لمختلف المنبهات يعني فقاريات مثلاً واحد شايف مثلاً قطة في الشارع فمثلاً قطة إذا أم يقدمنا شيء من أكل إحتمال تستجيب استجابة إيجابية وتأتي لعندك بتتحرك بتطلع صوت ممكن مثلاً تحاول تمسكها تستجيب بتستجيب بتهرب بتتحرك تروه تجي تلاقيها عم تقفز من مكان لمكان لاحق الماء لاحق لاحق الشرب تصدير أصوات فإذن لدينا هون طالما قائد حي عنده جهاز عصبي كامل فاللهع استجابات متعددة جداً للموضوع طبعاً نسبة سلبي وإيجابي فهي دائماً تختلف حسب الشيء وحسب الحيوان نفسه هلأ رح نبدأ في مستوى السلوك في الحيوانات الراقية أولاً السلوك الفطري السلوك الفطري أو السلوك الغريزي طبعاً نحن هون من كلمة فطري أنه بالفطرة أو بيخلق مع الحيوان تمام؟ يعني غير تعلمي سلوك تلقائي أو استجابة لحافز معين يمكن أن يحدث حتى لو وضع الحيوان بمعزل عن بقية الأفراد إذن هذا الشيء يعمل الكائن الحي شو ما كان وشو ما كان زاوين ما كان موجود مع كائنات حية بدون كائنات بدون أفراده أو شيء مثل ذلك الأنماط المعقدة للجماع بناء الأعشاش عند العصفير السلوك الفطري يكون واسعاً أو ميستو ومتنوعاً في الحيوانات الدنيا كما والحال في الحشرات وكلما تطور الحيوان قلط أنماط السلوك الفطري يعني هون عمبدأ السلوك الفطري إنه جعل الحيوان بده يأكل يعني هاي مثلاً شيء فطري شيء طبيعي الطيور بدها تروح تبني أعشاش حتى مثلاً النحل ونوع من بعض مفسرات الأرجل بتشبيه النحل بحيث المبدأ لا يبدي أعمل أوكر لأله النمل شون بيعمل ممالك وبيمشي وبيروح بيجيب أكل وبيخزنه وبيكدسه وقزعه بيخلوه من ملكة فهي تصرفات فطرية إنه خلاص هاي هو هاي فطرته بساوية إياه حيوان مثلاً عطيش بيلاقي بيمشي بتجاه المي فهي الفكرة الفطرية أما راح نحس السلوك المتعلم فهو السلوك الأكثر طبعاً شوفوهم بس نرجع في أنه مثل ما أنه بالسلوك الفطري هون في نقطة بنا نركز عليها يكون واسعاً ومتنوعاً في الحيوانات الدنيا تمام؟ أما مثل بالحشرات أما كل ما تطور الحيوان راح تقل للأنماط الفطرية راح تضل الأنماط الفطرية لتبع الحياة الأساسية بينما راح تقتر شو النماط المتعلم طبعاً هون بالنسبة للسلوك المتعلم هل راح يكون درسنا بإذن الله للدرس القادم إلا هون طلاب أي درس أتمنى تراجعونا على المجموعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر